هذه العربة الصغيرة ليست حاملة أفراد مصفحة ولا يمكنها القيادة بقوة في كل مكان على غرار حاملة الأفراد المصفحة فولودمير وديميتري متطوعان أوكرانيان أعادا استخدام محركات السيارات لصنع عربات إخلاء للمساعدة في إخلاء المدنيين في حال وقوع أي هجمة روسية على الخطوط الأمامية ما يميز هذه العربة بالرغم من أنها تبدو بدائية الشكل ولكنها بالحقيقة خفيفة الوزن ومن الصعب رصدها لأنها لا تحمل أجهزة تتبع بالإضافة إلى حجمها الصغير مما يتيح لها عبور الأماكن الضيقة فولودمير يقول أنه من شبه المستحيل تدميرها بصاروخ مضاد للدبابات فهي تنزلق بنسياب في المناطق الصخرية والطرق الضيقة حيث لا يمكن لحملة الجنود المدرعة أن تمر كما أن لديها نقالتان مثبتتان على جوانبها لإجلاء الجرحة نظرا إلى أن العرب تسير في مهمة ضرورية يجب أن لا تتوقف عن العمل مطلقا فهي تنقل المصابين والأفراد في الحالة الطارئة نعمل على صيانتها كل الوقت ونأخذ الأمر على محمل الجد الحاجة أم الاختراع مقولة أثبتت صحتها الأوقات الصعبة فالظروف التي تمر بها الشعوب في زمن الحرب والمعاناة تحثهم على ابتكار الحلول من هنا أتى ابتكار هذه العربة التي تعد وسيلة فعالة لإنقاذ الأرواح ترجمة نانسي قنقر